إحنا بمص ديننا وشرعنا على عدم المساس بأي شخص آخر مسالم ولا بشجر ولا بمسن ولا بامرأة ولا بإنسان بريء طالما هو لم يعتدي عليك سؤال هل المقاومة مشروعة شيء؟ وسؤال ما قامت به حماس هذا سؤال آخر بصراحة المقاومة مشروعة للأستاذ ناصر أكده بالضبط إذن المقاومة حق مشروعة ولكن الطريقة التي قامت بها حماس ورهن فلسطين والقضية الفلسطينية وشعب غزة والاثنين مليون نسم الموجودين فيها إلى مشاريع خارج فلسطين فبالتالي تسقط عملية حماس السابق من أكتوبر هذا يسقطها وهذا كما قال الرئيس محمود عباس أعتقد قبل أسبوعين إلى ثلاث أسابيع فيها القمة العربية في البحرين صح سيدي في المنامة ما هيك؟ نعم بس لا أذكر ما قاله في المنامة قال أنه أن ما حصل من دمار يوجد ما ساعد به من ساهم في إطلاق الطلق الأولى بما معناه يعني يعني إذن حماس هي التي ساعدت إسرائيل في هدم غزة فبالتالي هذا كلام صحيح اتفقنا اختلفنا معه هذا صحيح هذا كلام خلينا نقول سياسي رفيع المستوى أنا أقيمه على سياسي رفيع المستوى لأنهم بدأوا يسموا الأشياء بأسمائها فبالتالي ما قامت به حماس عمل إرهابي ليس لأنه فقط ضد إسرائيل ولكن وصولا إلى أنها ساهموا بتدمير غزة وبتدمير شعب غزة وبقتل أكثر من 35 ألف شخص ما بين شهيد وجريع يعني أكثر من هذا وأضعاف 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 المصابين والمفخودين وغير اللي تركوا غزة ومشوا طبعا كله اتدمرت أملاكه وتدمرت بيوته فما بعرف هل هذا هيك سؤال بالتالي أنا حابب أوكبين بس مرة أخرى تقريبا في شيء متفقين عليه لأنه إحنا مش ضد المقامة كما عرفت حسب المواثيق الدولية لأنه مش طبيعي أن نكون ضد المقامة طرية الدولية ولكن لا أن إذا أنا ضد حماس إذا أنا ضد المقامة ما تقوم بها حماس هي تحمل شعار المقامة ولكن ليست مقامة خيل حماس ومن يدور في فلكها أن فعلا أن هي تصل للسلطة أن يعود وصولهم للسلطة وسيعملوا على وفي حال صار أي شيء مثلا حتى بما فيها انقلاب هذه الحالة العنيفة التي تصرفت فيها بها حماس مع الفلسطيني نفسه التي تعرضه سياسيا وقامت بقتله وأيضا وأيضا أضف على ذلك أن عشرات المقاطع الفيديوية وإلى مال إلى ذلك التي كانت في حماس والتي تندد بحكم حماس وتندد وتستنكر حكم حماس وشخصيات حماس وعلى رأسها السنوار وشتمون بأفضع الشتائم اللساء والأطفال والشيوخ اللي نكل بهم بسبب ما قامت به حماس خدمة إما لمشروعها السياسي الخارجي الإيراني أو لسلطة لسلطة أنوية وحيدة كما قامت برمي الفلسطينيين من الشبابيك ومن النوافذ ومن الطوابق العليا أنا ماذا قلت يا أستاذ حسن المبوعة أنا فصلت الأمور بعمق كيف كل فصيل بيشتغل كيف كل فصيل بيحط شعاره بعد ذلك باسم فلسطينيين فلسطة باسم فلسطين تشتغل لذلك أنا ثقتي معدومة في هذه الفئة لأنه عندي هو أمور كتير لسه على حماس طبعا الموضوعنا مش فقط حماس أنا أعرف برضو مرة أخرى من هو المعتد ومن هو القاتل هو نتنياهو وجنرالاته والصهاينة والقتلة اللي تم إصدار أو سيتم إصدار مذكر التوقيف بحقهم فالأمور واضحة بالنسبة لنا نعم ترجمة نانسي قنقر